موسيقى صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في اليوم بحب عيد كل نساء العالم كل مرة بكل الكون لانه المرة اليوم هي ركيزة المجتمع وبحب خاصة حية كل مرة قدرت تلاقي حالة وهويتها وقدرت بأنوثتها انها تميز حالة بعالم شوي ذكري مش بس بالعالم الشكل الاوسط ولكن بالعالم كله اليوم المرأة بأنوثتها عم تقدر توصل صوتها وتقدر تغير التاريخ وهذا من اهم الامور واليوم بحب استضيف امرأة مميزة كتبت عنها الصحف والمجلات امور جميلة جدا مثل انها املأ خارج المألوف وحدتها ادرت برسوماتها وبمنحوتاتها وبالمسافات النفسية اللي عرفت تستكشفها بحالة وبغيرها انها تعبر عن مشاعرات تجاه المجتمع الحالة الاقتصادية السياسة الحرية الاستقلالية وكمان اكيد الاتكالية وغيرها بحب رحب بفقد كتاب بالفنانة يعني اللي منحبها كتير عنيتها توتيكيان اهلا وسهلا فيك شكرا اليوم بكتابك اكتشفناك وانا بهنيك بالكتاب كونتر اكتف ارت اللي حضرتك تحكي شوي عن حالك عن فنك واحلى شي عن نظرتك للحياة اللي حلوة كتير واليوم انا مبسوطة كتير انا عم استضيفك بنهار المرأة العالمي وانا كمان شكرا مبسوطة كتير رح عرف المشاهدين على حضرتك من مواليد بيروت وحضرتك لبنانية ارمانية الاصل ويونانية حائزة على شهده بطب النفس العيادة وعم بتحضر الدكتوراه بهالمجال كما انك لديك شهدات بالرسم والنحط والفنون التشكيلية بدأت كرسامة وبعدها اخترت الفن التشكيلة المؤاصر اكيدة وشاركت بمعارض مهمة جدا باوروبا بامريكا وبلبنان كما انك وهيدا الشي رح نحكي عنه معروفة كارت ثيرابيست او بتعلجي من خلال الفن الغسم الدراما وهيدا شي جميل جدا عرفتها كيف قدرت تتجمعي بين اثنين وكما انك درستي بعدد من المدارس مثل هاي غازيان والجامعات مثل اندي يو خلينا نحكي عنك بلشت انتك تدرس الفنون وبعدها انتقلت الى علم النفس نعم وقدرت تتجمعي هاتنين بصيرتك الذاتية يعني بمهنة كمهنة خبرينا اكتر عن هالمجال اول شي بلشت كامرأة بلشت كست بيت عروس جديد بالبيت بدت زين بيتها سو رسمت رسمي بما كنت اعرف ارسم فكرت انو يعني شي كتير حلو عم بحش شي كتير حلو بهالصورة اصلا يعني مش كلهم عجبتهم هالصورة بس انا حسيت انو في شي من جواتي بدي كمل سو فتت بمجال الفن تعلمت الرسم والنحت وكملت بالنوع الفن المعاصر اللي هي التركيب والتكست والاشياء الارترنتيف يعني مش دايما منشوفهم منعبر باشياء مختلفة اول شي نلفت النظر بعدين نوصل الميساج بطريقة اهيان نعم وما اكتفت بعدين فتت درست العلم النفس الهيدي عملت المتريز وعم بعمل الدكتوراه وكمان منعلم النفس اتجهت يعني عملت السيركل ورجعت للفن لقدرس الفن بعمقه بعمق البسيكولوجي وخبر العالم او شارك العالم بشغلي ومن هيك فتت بالارت تيرابي يعني نعم خبرنا اكتر عن العلاج من خلال الفن يعني نعرف نحنا اليوم نقلال اللي بيعالجوه من خلال الفن الرسم خاصة الدراما كمان المسرح كيف اذا اجا حدا عنده مشكلة معينة كيف بتصير ورش العمل معك خاصة انه منعف انه عندي ورش عمل نعم في استقبل العالم تعملون هالنوع من العلاج اول شي درسته بالكتب يعني هوني ما بيعلموا ارت تيرابي بعدين رحت اتخصصت بكذا محل يعني بنيويورك وواشنغتون وبالتيمور ولقيت انه ارت تيرابي بتبلش كيف منشخص الاترابات النفسية نعم انا بيز بين مثلا الاترابات اللي جاي من الاردتي من اكسيدنت نعم يعني اذا وراثة او اذا من وعد صدمة معي وراثة او صدمة او نتيجة كاميكلز يعني اشي ادوية او من هنو هاو دي يعني اللون تشخيص خاص بدون مراقبة يعني طبية كمان نعم بس الباقية انا قدرت شخص انه كلهم يعني بيعيش سترس معي ايه هو الاترابات خربطة بالاترابات يعني مش عم بيعفو هويتهم مش عم بيعفو هويتهم مش عم بيتشفو نفسهم ايه والسبب هو الناس اللي حوالين هالشخص يعني منبلش بالاهل كيف ربو بعدين الاخوة كيف كانوا هاكي مع بعض اذا في تضامن او بالعكس نعم او بالمدرسة وان كان محلهم بالصف كانوا شطرين ومشطرين بعدين بالمجتمع بالجامعة هاو دي كلهم بيخلوا ايدنتيتي الشخص يا تنفتح او تنغلي نعم ومن هيك بيكون في واحد مزعوج من شو هو بنظر الاخرين نعم وشو هو بنظر حاله كيف بدو يتحرر من قيود هالمجتمع يلي بيحطوه يعني بمحال هو مش راضي عنه مزبطة ويجبرو بشيه وما بدو يكون وهيدا بيشكل اكتر الاترابعة النفسية نعم انو يعيشو حيات من حياتن منو مبسوطين فيها نعم يعني اكتر شي بتخليون يكون عندن ثقة بنفسهم نعم بتصور هي معرفة بنفسهم معرفة بنفسهم والثقة اللي بتخليون يعيشو حياتة متل ما هنه بيحبوها والفن بيساعد انو هو عم بيرسم او بيعمل حركة شي بيكتشف حاله يعني بيلاقي حاله بالصورة بيكتشف حاله بيغير حاله بيعمل للحياة وبيتحضر يعني بالفن من خلال الفن بيقدر يرسم الصورة اللي هو فيها والصورة اللي بدو يوصله نعم مزود وبيفهمها حاله كتير انا كتير بحب علم النفس والفن بيرسمه بحب موسيقى بحبه كتير لانو بلاقي انو الفن كتير مهم بكل انسان في فنين لازم واحد يعافي يكتشفه نعم ويعيش لانو مش حلو الحياة كتير تكون علمية عطول الفن هو انا بقول غذاء الوح يعني كتير حلو اختصاص طب عقولك حلو كتير الفن فينا نقول تجهيزة ومعروفة كتير بهالمعارض الجميلة جدا اللي اخدت نجاحي كتير انا عم بقرأ بالكتاب حتى حدثت كل المقلات اللي انكتبت عنك رائعة جدا انا خبرين اكتر عن هيدا الفن اللي بلشتي بلبنان ستة ٩٩٩ اول شي بلشته بلشت هيدا الفن سنة ٩٩ أو ٩٩ يعني خلصت الحرب وناحنا كنت عم بتدرس لا سنة ٩٩ كنت عم بتدرس باكاديميات راسم وناحد بعدين بدي يقول انه اهم شي انه ليش عملت الفن؟ عملت الفن لانه متل ما خبرتك راسمت صورة تحررت فتت على عالم الفن لقيت انه هيدا العالم كمان مطبخ كبير مش مش متل ما منفكر انه لوحة حلوة من الطلافية في كريتيك دار وفي معارض مش بس نحنا تعلمنا التكنيك وايك في رأي عام في مشتري في زوح وحل عم تشوف صور كمان من معارضيك وشوي من هالالتركيبات الحلوة كتير تب بتفكيهم هوا من بعض ما تعمليهم؟ اي منفكرهم واي اكتر الاوقات منكبهم لانه ما في مطرح لهم نعم كاملة عم صديق انا قطعت بقى هاو ديلتشيز يعني لما لقيت انه الفن كمان الى خيود متل كنت عم بهرب من المطبخ انا تجوزت وكنت كتير صغيرة بلشت بالفن عم بتحرر بس لقيت انه الفن كمان قيود اكبر وحيطان المطبخ مش ترانسبران يعني مش مبينين سو عملت اشياء ضد المطلوب نعم ضد المطلوب هيدا اللي بدي اقوله انه معروفة انه بكل اعمالها ما لحقت قيود او اساليب او فنية معروفة حدثك انت ايه حدثك انت اخترعت فن جديد لليك نعم بتعبري عنه عن مواضيع مثل ما قلت سياسية اجتماعية نفسية جنسية كله بتقطعي عنهم بتعبري عنهم بطريقتك الخاصة بس ادي طريقتك حلوة يعني ادي حلو واحد يخترع شي جديد يعني حدثك مبدعة كتير حلو كتير بتلاقي حالي مثلا اول اعمالي هني عبارة عن غراض بيتي مثلا بيكون في معره من عزم على معره بيخد شي مياه مكنسية يا ركوة حتى بيجي زبال يكبون مثلا ما يعرف انه هيدا فن سو الناس يسألوش حتى هون ومش عيب وينزعجوا بس هالانزعاج اللي انا بحط بالمتفرج ما بيموت بيروح بفكر فيه يعني عم بكسر نمط براسه يعني فهمت عليك انت بتصدمي يعني مش قطعم شي كتير حلوة بيقطعوا مورو الكرام عم تعمل ممكن شي بشع اصدا نعم طي واعي شي عندهم هيك ضلوا عم بفكروا فيه يعني انت ثوراجية طير انا هادي شي انا معك اكيد الثورة اللي بتكون منظمة طبعا و بتكون لأبعاد مش ما بتضر حدا بالمباشر يعني صح لان مش حلو واحد يتفرج على حياته حلو هو يقسس حياته متل ما هو بده كمينا بكتابك الغائع اللي فيك من معارضيك وفي كتير من المقدمة حلو كتير يعني بتحكي امور جميلة جدا عن المرأة وعن تحرير المرأة وعن الهوية اكتشف الهوية فيه كمانا غسائل ما بينك وبين الجئيس الفرنسي السابق جاك شيراك حلو كتير وهكي مميزة ليه حبيت ترأيس لغئيس الجمهورية السابق؟ وهل هي كانت كمانا طريقة انه تكون هكي مميزة فريدة بفنك وبأساليبك؟ يعني مش الهدف انه نكون مميزين بس انا لقيت حال او يعني بمقدمة الكتاب بقول انه اذا امرأة بلبنان او بالشرق الاوسط راحة تتعلمة ترسمة ورسمة وعرضة هل ممكن انه انه نعتبرها فنانة رسامة انا بلاقي لقى لانه هي عم تعمل لحالة بينما فيه تيوريس فيه قيود انه انت لازم تلحق المنظومة العالمية بالفن فانا لقيت انه عالطول نحنا بنلحق الغرب شو ما عاملو؟ اذا بدون يعمل امبريسيونيس بقى نعمل امبريسيونيس اذا بقى نعمل ابستري بقى نعمل ابستري اذا شو ما عاملو؟ لانه احنا ما مناتحرر وتحريه بالتفكير يعني طبعا وليش لانه نحنا يلي منليقي حالنا اصغر من الغرب ليش من هيك ونفكر انه يا ريت نعمل شي يعني احنا لازم نكون سباقين ما نكون نحنا عم نلحق الغير نحنا نبلش بشي هنا يلحقونا وما نتكل على حدا يقول برافو لأنه كل حياتنا بتعتمد أنه كيف نظرة الغال نشتغل بس نلاقي أنه حدا عم يزقفنا من هيك بتكرت يعني درع تكريمي للبرزيدنت بمناسبة الفرنكوفونية اللي صارت الكم الفرنكوفونية وقلت أنه لأنه فيه إيجاليتي وفراتيرنيتي بالمفهوم الفرنسي لكن نحنا من نغير الأدوار نعم الإيجاليتي مزبوط أنا اللي بعتيك برافو وأنا اللي بكرمك يعني حلم الفكرة وهو كتير استقبلها وحبق بعض طويل استقبلها بس ما قدر يستلمها لأنه صار فيه يعني ما وصلت له ما حبه يمكن يوصله ما حبه يعني الانترميديار ما حبه صعب 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 بس انهم أنك جربتك مش مهم حتى يتبلكتك حتى يتبلكتك حتى يتبلكتك تدلّى خالدة هالفكرة خالدة وحلية كتير بتقولي أنه الفن بيحرر الإنسان والفن من خلاله واحد فيه يوصل على هويته الأصدية كيف أنت من خلال الفن ذاتي وصلتي على يوم أنيتا اللي أنت بتعرفيه وبتحب تكون هي الفن مجرد الفن هو يعني ثقة بالنفس وعدم التفكير بالنتيجة هيدا إذا كل واحد مننا ما فكر بالنتيجة يعني ما لازم نرضي حدا لنكون فننين لازم نرضي نفسنا ونعبد على كل شي ما نحسه بس لأنه لأنه نحنا كل شي فينا يعني الفرق بين الإنسان والحيوان التفكير إذا ما إذا خلينا حدا يفكر عنا يعني صرنا حدا نزلنا وثاني قطاب إنه بخال أيدا اللي بفكر عنا بخلينا نشتغل متل ما هو بده ومنضيع حالنا الفن بخلينا نلاقي حالنا ونكون مستقلين عن كل الناس بدون ما نضر حدا أنا معك مليون بالمئة إنه واحد لازم يشتغل يعني ع حاله ويعمل اللي بيحبه وبدون ما يلاحظ إذا كان هو ناجح ومرتح مع نفسه بينجح والغير بيلحقه ما لازم ينطر هو حتى تاني ينجح ويتقلده لأنه بهالكون كل الإنسان عنده طائته الخاصة مية بالمئة وبيلاقي حاله بإمور يمكن أنت ما بتلاقي حاله هيدا التنوع اللي بيعمل هو غنى الحياة وغنى الإنسانية أكيدة اليوم العالم المرأة وهالمرأة اللي أنا اللي بحييها والمرأة لقلي بنظري مرأة عظيمة أكيدة في نساء ما كتير بنحب يمكن مثل كل الناس في ناس مناع وناس لا بس هالمرأة اللي جبارة والمرأة الليبنانية كمان اللي قطعت وربت أجيال وغيرت بتاريخ كتير أمور والمرأة العالمية كمان شو بتحب اليوم تقولي له وهل أنت فخورة أنك تكون إمرأة بالقرن الـ 21 وإمرأة الليبنانية؟ أنا بقول أنا أكيد فخورة أني مرأة بس العالم لازم تعرف أنه المرأة يمكن سوري بس أهم من الرجال ليش؟ لأنه الناتور يعني الطبيعة هي بتاعة الحياة أصلي إيه الطبيعة لو شايف أن الرجال لازم يجيب الأولاد ويربيهم كان عطا هذا الدور للرجال مشكل بس أنه أهم موظيفة بالعالم بالعالم الإنساني يعني نجيب الرجال ربيهم هيدا سر التكوين سر التكوين والسر الاستمرارية المرأة هي بالتوالد ولكن نحن بدون الرجال ما فينا كمان نجيب يعني هاد تعاون هو بس كمان لازم يكون فيه مساويات لأنه لسوء الحظ قد ما المرأة بتحملو المرأة الزكية بتخوف الرجال بيضل يكمعها طي يضل هو عندو كمان شي يعني لأنه اليوم بالكارن الواحدة وعيشين ما في شيء المرأة ما بتعمله مظهور كل شيء بتعمل الرجال ما في يعمل كل شيء المرأة بتعمله الفرق أنه المرأة الطبيعة خلقتها للمرأة تتعطي تعطي حياة بعدين تربي لا تعطي وهيدا الشيء المجتمع تطير بتستغله أنا بقيلها للمرأة فاكري بحالك قبل كل الناس حالو صعبة بس سواء تنقم اي اي طبعا بس لازم لأنه تتلاقي حالة وتكون هي ميحة مع نفسها تكون ميحة مع الغير أكتر طبعا وتكون ميحة مع ولاد مع ولادة أول شيء المرأة اللي ما عندها حقوق ولادها مش مبسوطين ما في شاك ما بيحسوا ويما بتعطيهم يعني يعني الكواليتي اللي ممكن بتعطيهم إذا هي مرتاحة مع نفسها ولازم نزيد إنه المرأة اللي بتاعتي بس كمان لازم يعفل غير جيل إنه بتستمد قويتها منه يعني هو لازم يكون حدها طبعا مش يكون ضدها طبعا هايدي كتير أمور مهمة اليوم بعرف إنه عنديك كتير كمان معارض جديدة بعدك بالمعارض التشكيلية يعني وقدي بيخد معك يعني تحفي أنت عمت عملية قدي بتخد وقت تقريبا معك عندي معارض يعني بالصيفية أكتر شيء وكمان أوقات بيجي المعرض بيجي المعرض مفاجأة يعني ما منح كنا نخضر له حسب يؤيز إذا عمل كبير إذا بنتور مثلا بياخد جمعة جمعتين ثلاثة إذا تجهيز يمكن تيخد نص ساعة بيجي بغرات إيه بحسرها يمكن بتقول عم بتفكري بأمر أنتو عم تعملية بتقولي أنا غزم هلأ مش حيبة أبدا شو عم بيصير بالوطن العربي تاني اعتبر هالثورة لا أنا حبي بس اي لا أنا كمان بس إنه أصدق إنه مش حيبة شو عم بيصير إنه ضده لهالثورين بتطلع بشي هيك مصير بطلع بشي اي اي نعم وبيفهموا العالم مثل ما أنت هلأ صاروا كتير يفهموا وصاروا يفتشوا عن هيدا النوع من العمل لأنه أنا بشاركهم بأفكاري يعني مشارك بالأفكار مش إنه مثل اللوحة تنزل من فوق وأنت يعني هيك بلاك لازم تنبهر يعني شو حلو اليوم وهيدا شي بكمل رسالتك إنه أنت عم تبتكري وطلع وتكوني سباقة وعم نلاحظ كيف العالم اللي يمكن أول ما عملت معارضك بالتسعينات تطلع إنه هيدا شو مش شو كتير كتير كان ايه كان شي كتير سلبي إنه شو عم تعمل إنه حط الطنجرة على سكيني صار إنه عمني يوم عم بيطلبوا هالشي وعم بيحبوه يعني دي اليوم أنت بتعب بتحسي حالك إمرأة أنجزت أمور وحققت حالك يعني أنا بلاقي إنه لا يعني أنجزت يمكن شوي بس البروزس يعني الاستمرار هو الإنجاز الاستمرار إنه رحيت مش يعمل شيوي دا وشو اليوم طموحاتك أنيتا أول شي طموحاتي إنه كل الناس تكون عندها مجال يشتغل بالفن من المدارس وطلوع أنا كتير بيشتغل بالمدارس مع أولاد صغر ويعني تشتغل مع الأولاد كمال كأكتر 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 شي بشتغل مع الأولاد آه علاج من خلال الفن تعمني مع الأولاد أنا عم بطبق بالمدارس كمال حال كتير مثل أي أنواع مشاكل اللي عم تلاقيها عند الأولاد في نوعين ماجر نوع المكبوت اللي زامي مش عم بيدروسه ونوع اللي بيزعج الآخرين حيبر وما قالوا يعني خلق المدرسة يعني ما نفصل حسب نعطيه حجم أكيد عاكل حل أنايتا توتيكيان اليوم يعني إن شاء الله المشاهدين يكونوا فهموا كل هالغليين عند امرأة مميزة أنا بقليك برافو ما فينا نقول هيك بنرفع راسنا بلبنان إنو عنا نساء مثل حضرتك وخليكي بهالاستمرارية وبهالحضرية وبهالهوية اللي إتيها واللي إن شاء الله أبدا ما تضيعيها شكرا 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 أنا بتشكريك مرسي كيرا مشاهدين الكرام أنا بشوفكن قريبا شكرا